السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بشرة هامة وتتوالى الاخبار المهمة الصارة يا رب دايما كده بشرة هامة لاصحاب المعاشات تفاصيل زيادة الدعم النقدي وزيادة المعاشات بداية من شهر يوليو المقبل وده تماشيا مع الموازنة الجديدة وده زي ما احنا بنقول الموازنة الجديدة 2023-2024 ده حيكون اول حاجة ان شاء الله فيها بداية ان شاء الله فيها اللي هي زيادة الدعم النقدي وزيادة المعاشات وده اللي حنشوف التفاصيل بتاعته طبعا الحكومة هدفها اللي هي زيادة الدعم النقدي عشان هي طبعا شايفة موضوع الاسعار وكده وفيه هي مستخدمة برنامج تكافل وقرامة فهي هدفها زيادة الدعم النقدي وزيادة المنح وزيادة لاصحاب المعاشات عشان لا استغرف تعيش وتأتي زيادة الدعم النقدي والمعاشات في اطار حرص الدولة على تحسين دخول المواطنين خاصة اللي دخولهم قليلة في ظل ظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وتمر بها آآ معظم بلدان العالم وتزامنا مع ارتفاع معدلات التضخم ومع قرب تطبيق الزيادة الجديدة في برنامج المستفيدين من برنامج الدعم النقدي والمنح والزيادة المعاشات كشفت وزيرة التضامن الاجتماعية الدكتورة نيفين القبات تفاصيل الزيادة الجديدة وذلك بخلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والاسرة بمجلس النواب. هذا هو من المقرر زيادة اعداد المستفيدين من الدعم النقدي ليصل الى حوالي خمسة مليون ومتين الف اسرة وذلك في الموازنة الجديدة الفين تلاتة وعشرين الفين اربعة وعشرين والتي يبدأ تطبيقها في اول يوليو المقبل. وترتبط زيادة اعداد المستفيدين بزيادة الدعم النقدي مع العام المال الجديد وعشرين تلاتة وعشرين اه عشرين تلاتة وعشرين اشرين اربعة وعشرين. كما صرحت السيدة وزيرة التضامن ان موازنة الدعم النقدي قد وصلت الى واحد وتلاتين مليار وتبنمائة مليون جنيه في موازنة تلاتة وعشرين اربعة وعشرين وباضافة الدعم النقدي المقدم من التحالف الوطني المقدم من التحالف النقدي لعمل الاهلي والذي يدعم حوالي ستمائة الف اسرة وبهذا سنصل الى حوالي ما يقرب من اربعة وثلاثين مليار وخمسمائة مليون جنيه كاجمال لموازنة الدعم النقدي الموجه للأسر في مصر هذا وايضا قد صرحت وزير التضامن واشارت الى الحديث الى الاجر التأميني والذي يرتب بذات المعاشات حيث وضحت الوزيرة انه قد تم رفع الحد الادنى للاجر التأميني وصل الى تسعمائة وستاشر جنيه وازف سياق الاصلاح اللي هيكلل الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات وزيادة مخصصات سمديق المعاشات وذلك وفق للقانون الصادر رقم مية تمانية واربعين لسنة الفين وتسعة عشر بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبكده بيكون خلص الفيديو بتاعنا قلصهير احنا بنحاول نجيب لكم فيديوهات قصيرة عشان ما تملوش ونحاول نجيب لكم فيها آآ أخبار مهمة سواء كانت معاشات او مرتبات او سواء كانت آآ حاجة في المجالات يعني اللي احنا بنشرحها لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش وما تبخلوش علينا بالاشتراك في القناة وباللايك والشير اللايك يا جماعة عشان الفيديوها دي بتعلم اللايك والناس كلها تشوفها وتعمل فايدة. تبخلوش علينا باللايك والشير والشراك في القناة. والدعم زر الجرس بالضغط ضغط وقول عشان آآ يصلكوا كل جديد. اشوفكم على خير. كان معكم سيد من قناة شرح.